من المسلسلات اللي بدأت في النص التاني من شهر رمضان مسلسل فراولة للنجمة نيلي كريم وطبعا واضح ان نيلي بتغير كمان وبتعمل شكل جديد في الدراما مختلف عن الشكل اللي تعودنا عليه والسنة اللي فاتت وده حال الفنان انه يعمل دايما ويدخل في موضوعات جديدة لكن كمان في نجوم من أبرزهم الفنان علاء مرسي اللي بيعود للدراما الرمضانية بشكل جديد ومختلف وطبعا يعني لو حنتكلم على علاء مرسي فهو تاريخ كبير يعني هو أستاذ تمثيل ومجرد وجوده في عمل احنا بنبقى عارفين انه اكيد حيبقى فيه مشاهد مهمة ودور مهم في المسلسل خليني اولا نقوله كل سنة وانت طيب الفنان الرائع علاء مرسي مساء الخير مساء الخير يا أستاذة شافكي وكل سنة وانت طيبة وجمهورك بخير وكل اللي بيحبوكي وبتحبيهم بخير يا رب انت من علامات رمضان يعني ما انفعش علاء يبقى فيه برضو رمضان وتبقاش موجود يعني وانا ببقى مبسوطة لانه كمان التنوع اللي بتعمله والخبرة بتقدر بالنسبة لك يعني تقدم حاجة كده موجودة المخرج كمان بيقول لي من شانها الوحدي كله بيبقى مبسوط فأهلا وسهلا بيك منورنا على شاشة رمضان ده شرف لي ان انا معاكي وبشكل خاص ومعا على شاشات التلفزيون المصري الحبيب اللي هو بيتي طبعا 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 انا قضيت كل عمر الفني في التلفزيون المصري ومسلسلاته وطرقاته وبالتحديث عامل رمضان يعني ان انا بتفائل جدا بيها لان هي كل رمضان بيضف لي شيء جميل جدا في شغل انت حتى الفوزير يعني حتى الفوزير عندك تاريخ فيه يعني خليني خليني اخدك انت منورة هو على الشاشة قدامي خليني اخدك يعني انت بين عتبات البهجة وما بين فراولة فالسنة دي انت موجود في اعمال من اللطف والكوميديا واللطافة بين الاثنين يعني فاحساسك يبقى أولا انا اتشرفت جدا ان انا سنة دي اشتغلت مع نجوم مهمين وجلين مخالفين يعني في عتبات البهجة مع الكنز العظيم الاساس الدكتور يحيى الفخراني يعني ده كنز كبير وحلم لأي فنان انه يشتغل معاه ويقف قدامه ولو مشهد واحد فانا كانت الفرصة دي بالنسبة لي عظيمة مع الدكتور يحيى اتاح لي الفرصة دي ملك الدراما الاستاذ مجدى ابو عميرة والكاتب الجميل متحة العدل والانتاج دكتور جمال للعدل والكاتب الجميل بقى الاستاذ العبطاري صلاح عبدالله الرائعة جمالة مراد ممثلين بجدة شراطي ان اشتغلت معاهم والشخصية كانت بالنسبة لي على فكرة شخصية دي بالنسبة لي جديدة يعني ان انا اعمل اعمل المعادلة ما بين الشخصية اللي هي الستريت الطيبة اللي بتعتمد على مفعالاتها الداخلية وشخصية يعني انا بسميها شخصية يعني محيدة عندها داخلها صراعات الحب الرومانسي لذوقته طبعا وفي نفس الوقت ازاي هو عايز يفديها وازاي عايز يفرحها فهي بالنسبة له كانت عتبة بهجة بالنسبة له من عتبات البهجة اللي كانت موجودة في المسلسل الرائع للعظيم الكاتب إبراهيم عبد المجيد الرواية فأنا كانت دي فرصة كويسة جدا ان انا اشارك هذا العمل الجيل الآخر فراول فراولة بقى الجميلة المبدعة هي فراولة هي فراولة يا فعل هي فراولة الفن وانا بعتز بيها وبعتز بصداقتها وبأثمن موهبتها العظيمة فان انا اشتغلت معاها يعني هو كان تحت بند ضيف الشرف ولكن كانت الشخصية صعبة يعني المخرج محمد علي كمان والاستاذ احمد سوء المنتج يعني ما تكلموني انا فورا رحت لمحبتي لنينلي وكمان محبتي للدور اللي انا رايح اعمله شخصية جديدة علي وانا اعتقد ان ان شاء الله يعني هتلمس الجمهور لاني مختلفة خالص برضو عني فانا انا مبسوط ان انا بشتغل في رمضان لا لا والسنادي يا علاق بتشتغل في حاجات هدية ولطيفة وما فيش اكشن يعني ما فيهش يعني كلها برضو الناس محتاجة لشوية البدو بالضبط وانا يعني انا بحيي كل الانتاجات الجميلة اللي عملتها السنادي المتحدة بصراحة يعني الاعمال كلها متبينة ولنجوم كلهم محبوبين واعمال يعني الواحد مش قادر يقول انهي مسلسل احتر من الثاني يعني فيه توحد مع كل المسلسلات والحمد لله ربنا يعني دايما كده مصر دايما رائدة ومصر تقدم لنا اعمال عظيمة وتفضل القوى النعمة المصرية كده تعمل التنوير والمتعة في نفس الوقت انا بشكرك ودايما منور شاشة رمضان الفنان الكبير علاء مرسي بشكرك شكرا جزيلا